أصبحنا لاحظ أن الأطفال لازم يتابعوا للأسف عبر الأجهزة الذكية بعض المنصات الرقمية لمحتواها الجاذب وممكن ما يكون مناسب لسنهم ويجلسوا للأسف يتابعوا بساعات طويلة ولكن إيش هي نوعية هذا المحتوى الموجه للطفل هل هو مناسب لعمره هل بيعلم ويوعي ويثقف وبيهيئ هذا الطفل لرؤية عشرين ثلاثين وبيخلق عند الطفل أشياء كثير تخليه يعرف أنه يتفاعل مع هذا العالم وكيف برح تأثر على تربية وقيمه وهذا الأهم هل يتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر مع الأكاديمية والمستشارة في الطفولة الأستاذة نادي السيف هلا وسهلا بيك أستاذة أهلا وسهلا بيك ومشاهدين الكرام بداية قلنا نتكلم على الواقع هل هناك مواد وبرامج مقدمة للطفل عبر المنصات المتنوعة سواء إذاعة تلفزيون وحتى الإعلام الحديث من موسائل الاجتماعي نعم هو أكيد أنه فيه طبعا محتوى يعني في السواء مثل ما قلتي مسموع أو عبر المنصات الرقمية لكنه يظل محدود وفردي أفراد أو جهود أفراد أو جهات معينة لكنه محدود لكن اليوتيوب طبعا اعتبرها نافذة كبيرة وواسعة على الطفل أنه يدخل ويتفرج ويدخل حتى يبحث عن شيء معين وتقال ينقله من مقطع لمقطع سريع فجأة تقال وبعد ساعة انتقل المحتوى مختلف تماما بالضبط ويشد الطفل له ولا يحس بالحركة السريعة بالصوت ولا ننسى أن الطفل يحب الفضول يحب الكشفاف يعني هذا شيء من شخصية الطفل والتجارب يدخل إيه يشوف هذه التجارب تجارب حتى الأطفال يبع عمارة 12-13 يحبون التحديات فتقال نشوف مقاطع التحديات ويبتل استمر في هذا النحو نعم طيب دكتورة محتوى أنت قبل شوي اليوتيوب نحن قاعدين نشوف محتوى اليوميات الهائلية مع أطفال من الفلوكات المقدمة للأطفال بعض الأحيان ما تخدم العقلية للطفل يعني مثلا الأم ما ترتاح يكون محتوى مهادف ضحك صريخ زي ما قلنا قبل شوي يفتحون الألعاب يسوقون لأشياء معينة ما في هذيك المحتويات اللي أنت تشوفينها هادفة إيش السبب؟ طيب إيش فكرة الفلوكات على قولتك؟ هي فكرتها أنها فيديو بلوك يعني هي مدونات فيديو وهذه المدونات يدونون فيها الأشخاص حياتهم اليومية بطريقة عفوية وبكل بساطة وهذا اللي يجذب الطفل الحقيقة العفوية هذه وهالبساطة والواقعية بنقلهم هذه المقاطع يعني فالطفل هنا ينجذب له حتى الشباب يعني حتى الشباب اللي عمر 22 سنة اللي قولوا أنه يعني نسبة كبيرة منهم يعني من عمر 15 إلى 22 سنة يملون لهذه المشاهد حتى أنه تعجبهم بعض الشخصيات لأنها تكون موهوبة وخفيفة الظل فحتى نقل هالأشياء بكل واقعية وبساطة وعفوية وعشوائية خلنا نعتبر إحنا فوضى منظمة هي فوضى بس إنها منظمة إنه بشكل يوم ينطلع لكم وين رحت وينجيت فالناس يحبون يعني يملون للفضول ويعرفون خبر هذا الشخص بالذات إذا حبوا الشخصيات اللي في المدونات هذولي بالحكس جميل كلامك وحلو بس الباب ما يعطي هدف يعني أنا أتذكرني أنا أشوف بلوقات يوتيوب لأجانب معلش الفيديوهات كلها فيها هدف لون بدريقة خفيفة على حسب المدونة طبعا الأطفال هم ليش يتابعونها لأنها عفوية لكن هل اللي قاعد يقدمها هو أصلا قاصد من قدم هدف مش الكل يعني حتى نحن كبار حين نتابع مثلا يوميات مؤينة مثلا ناس يهتمون في الرياضة أو في علم ما أو اهتمام معين تقلن حن ننمين لهم الطفل يعني ما يدرك كيف يقدر يختار الأفضل الطفل دائما يميل الأشياء السلبية أكثر من الإيجابية الطفل ما يقدر يتخذ القرار في مرحلة أقل من 12 سنة يبحث عن المتعة والترفيه والتحديات فلذلك اختياراته غير صائبة دائما لذلك نقول لا بد من مراقبة الطفل لا بد من محتوى لكن الأطفال نجد أنهم يميلون لهذه المقاطع اليوتيوب ممكن يقدع عليها بالساعات ترى ولا يحس يعني في الوقت يعني ومستمتع لكن هل يتأثر عليه؟ طبعا تأثر عليه يعني هذا الشر لا بد منه يعني وهذا شيء موجود وما فيش اختيارات ما عندي أنا خيار آخر يعني أنا لما وردي ما حكذا أحرمه أقول له لا تتفرج والله على راين وهو بيفك الألعاب ولا على ديانا وروما وهم قاعدين مع أبوهم ويلعبوا ويجيبوا الأشياء الغالية وزي كده لأنه ما عندي حل آخر ما فيش اختيار آخر ياما حيتفرج على الكرتون ياما حيتفرج على اليوتيوب عندنا مقطع ممكن من المقاطع المهمة خلينا لما نجهز حنشوفه ولكن خلينا نسعليكي الآن صناعة المحتوى الموجه للطفل المفروض تكون مسؤولة عنه أشياء مجهات كثيرة مثلا المؤسسات الإعلامية القنوات المهتمة حتى المسرع حتى الدراما حتى غيره ليش هناك تقصير في تقديم أعمال خاصة بالأطفال لأن المحتوى يقدم للطفل محتوى يتطلب مثلا وجود أكثر من أنصر فيه يعني المخرجين الممثلين الكتاب المحتوى الخصائي النفسيين الناس المختصين في إعلام الطفل هذا غير أنه مكلف جدا في انتقاءها وبعدين الطفل ما يطالب زي الكبير الكبير له مطالب ويقدر يطالب يقدر يطلب الطفل أقصى ما يدركه مطالبه ولا يدركه عمقاته مش مصلحته فالمطالب قليلة فيتوقعه الناس بما أنه ما يطلب يتهمش الأطفال بشكل قليل بالإضافة لو حتى كان فيه محتوى رائع ومحتوى جميل هل هذا يعني أنا أخلي الطفل يقعد أربع خمس ساعات في اليوم يشوف لا طبع فأحنا اللي قاعدين نشوفه الآن أن الطفل يعني إحنا ما نعاني الحيب فقط ما عندنا مشكلتين مو بس مشكلة أنه الطفل ما هو لاقي محتوى كويس أنه الطفل يقعد يقعد ساعات طويلة على هذه الأجهزة وقاعد يتلقى محتوى فوق إدراكه يعني هذه المحتويات اللي قاعد يتلقاها تأثر عليه فلازم تنتقل من الذاكرة قصرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى هذا الانتقال يحتاج وقت عند الطفل ما يسمح له حتى هذا الوقت عشان كده من كثير الأشياء اللي يشوفها صار عنده تشتت حتى يشوف المقطع بعد فترة يقول كني أول مرة شوفه لا إظارني قد شفته يصير هذا الشي له لأنه ما بعد أحتفظ عنده في الذاكرة ففي تأثيرات وأبعاد تأثر على إدراك الطفل وعلى ذاكرته وعلى تركيزه أكثر من الوقت اللي حنا نشوفه يضيع ولا نفكر طب هو استفاد ولا ما استفاد أما من ناحية التأثير فالتأثير أكبر مما نتخيل على مستوى يعني حتى خلن نقول طبقة الدماغ الرمادية يعني وجدون الأطفال ينظرون من أربع ساعات فأكثر في اليوم القشرة الدماغية الرمادية عندهم رقيقة أكثر من أطفال اللي يشاهدون ساعة في اليوم لذلك في دراسات كثيرة يعني مثلا أكاديمية الأمريكية لطب الأطفال طبعا تقوم بدراسات كثيرة واحدة من دراساتها يعني دراسة قومية ممكن كلفت خمسمائة مليون كانوا يخضعون الأطفال تحت شعة رانين المغناطيس عشان شفون هذه الطبقة عشان كده اكتشفوا هذا الشيء فهذه لها أثار تبعيات أخرى حددوا أن الطفل أقل من سنة ونص ما يشوف أي محتوى أصلا مفيد ولا غير مفيد إلى سنتين محتوى دقائق خمس سنوات يشوف ساعة في اليوم بوجود أحد الوالدين لاحظة نقول خمس سنوات من خمس سنوات إلى ثمانتعش سنة ساعتين فقط في اليوم لما يقول هذا الكلام هذا طبعا مبني على دراسات ما الذي يحدث في واقعنا وأنتكلم عنها محليا الأطفال عمرهم سنتين ثلاثة قد يتفرجون على المحل لا سنتين بشهو ستة شهور تطيه أم الجوال والله سنكتي أنه أشهر ما كمل سنة وتقاني الأم وبمحوى إرادتها وبشكل مقصود تفضل خذ الجوال حقي رايحة مكان عام تقاني بعربية التسوق في مطعم ما عند اجتماع الأسرة تفضل تطيه الجوال أصلا طفل يقعد معها يعني يشير له أطين الجوال فهيأخذ الجوال ويشوف المقاطع طبعا هي تختار المقاطع الأول المقاطع الثاني السابق ما لدي بعدين شي يتخل عليه طبعا الطفل هنا وش قاعد يسوي يتلقى فما في شيء قاعد يشتغل في المخ مجرد تلقي تلقي وجاذبية ينتقل مرحلة الإدمان وحنا هذا اللي نخاف منه إدمان التقنية لأن أثارها جسيمة جدا جدا فأنا من غير ما أحسي الأم قاعد أخلي ولدي يدمن على هذه التقنية ولا أدري أضرارها لأنها غير من الموسى وهنا الإشكالين الأضرار هذه غير من الموسى لكن لابد أنها لابد أن الأضرار هذه ستظهر في سلوكياتهم في قلقهم المقاطع بعضها لا تليق أبدا فيها عدوان فيها عنف ربما تليق حتى ما تتلائم مع ثقافتنا ما تتلائم مع مبادئنا كثير كثير منها صحيح أو علاقاتك يشوفون بعض اليوميات التي تكون حتى فيها نحن نشوفها أنها تافة أصلا ماذا حتظف إلى الطفل يعني صحيح يمكن خلناه قول بس متعة حتى يتعلم شيئا ممكن خاطئة صحيح طب دكتورة نادية أنت تشوفين أستاذة نادية هل أنت تشوفين نقص كادر مختص في علم النفس وعلم النمو موجود عندنا نحتاج كوادر نحتاج ناس يكون عندها اقتصاد في علم النفس في علم النمو والطفل علشان نقدر أنه نحن نكون امبراطورية للطفل تكون تحت رقابة معينة أنا أرى أنه ما في نقص بالخصائيين لكن نقص في الاهتمام والتعاون والتعاون يعني الخصائيين نفسيين وخصائيين نومة المقلتي موجودين لكن هل اهتماماتهم البحثية أو اهتماماتهم مثلا إنجازاتهم هل كلها تميل أنه والله كيف الراجع محتوى الطفل هل في أحد أشركهم أصلا أو صناع محتوى اللي خلن نقول الأفلام أو المحتوى المقدم للطفل أيا كان مسموع أو مقروء أو مصور هل أحد مثلا كان يستعين فيهم يعني نحن نعرف مثلا برنامج أفتح يا سمسن مثلا هو برنامج طبعا عالمي ومشهور اللي كانوا قائمين عليه كان يستعينون في كل حلقة تراجع من قبل خصائيين صحيح حتى كان في واحد من الشخصيات توفى في الحقيقة فعشان ما يفقدونه المتابعين الأطفال اللي يحبوا هذه الشخصية قعدوا فترة سووا يعني ورش عمل كيف يخلقون موقف سيناريو كامل أنه يقنعون الطفل أنه كيف هذا مات وش معنى الموت لأنه هذا الطفل ما يفهم كيف فقد هذه الشخصية فكيف يعني فهموه فشوفوا الاهتمام هذا طبعا كلام يعني بالستينات بالستينات يعني فما بالك إحنا يعني فلابد من هذا الشي خصوصا أنه لما نحن نعرف أنه طبعا في نظرية قديمة يعني إذا تحبون نتكلم عنها نظرية ألبرت يعني كانت من خمسين سنة اتكلمت عن أثر تقليد الأطفال أن الطفل يعني يتعلم بالمحاكات والتقليد أكثر من التلقين ووجدوا ووجدوا أن الطفل لما يشوف مثلا شخص يتعامل مثلا مع دومية بوب طبعا لديه مشهورة هذه التجربة كيف تعلم العنف منها أو كيف تعلم يتعامل معها بطريقة لطيفة لما حطوا مقاطع أفلام فيديو متحركة مبحقيقية لقوا أن الطفل تأثر أكثر يعني تضاعف كما هذا التأثير يعني كأننا نحن نؤكد هذه التجربة تأكد أن الطفل يتأثر بشكل كبير أكثر من اللي أنت توجهين ويالأم صحيح أستاذ الندي السيف أكاديمية ومشارف الطفول يعطيك العافية وشكرا لك الله يعافيك شكرا لكم مشاهدينا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل المدرب تركي خان يوضح طرق إنهاء العلاقات بطريقة صحية